اشتركوا في القناة ان شاء الله يكون حاجة جديدة ان شاء الله مع معالي الوزير الفريق كامل الوزير يا رب ان شاء الله كمان بيسعيدني جدا نكون معايا معالي النائب أشرف الشبراء وعضو مجلس النواب أهلا بك معالي النائب أهلا يا فنم سأخذ حضرتك لجنة إيه الإسكان الإسكان أهلا وسهلا أهلا بحضرتك الحقيقة هو يعني البيان كده أنا عايز أعرف انت بعصر يعمل حضرتكم على الجلسة النهاردة يعني وبعد كده ناخد الأمور يعني موضوع موضوع ابتدي مع معالي كيف يعني هو بيان رائع أكتر من رائع مكتوب حلو جدا أتمنى ان هو يتنفي زي ما هو مكتوب ودي كانت حتى رؤيتي في البيان السابق اللي اتعمل في الدورة الأولانية دورة 15 أه كان لنا رأي فيها وقلنا أنا شايفة ان هو بيان كامل ووافي يعني طوله 300 صفحة اتكلم في كل الجوانب وكل الانتجاهات ويعني حسيت ان الدنيا هتبقى حلوة جدا جدا فأنا أتمنى أتمنى بالاختيارات هو اختار سيادة دولة رئيس الوزراء تم تكليفه باختيار الوزراء أنا أتمنى ان هم يساعدوا وان يكونوا على قد المسئولية والكتابة اللي هو كتبها النهاردة في بيان الحكومة طب يعني من خبرة حضرتك بدكتور مصطفى ومجهوده الكبير وشغله وكده هو دقوب بتتوقع حضرتك انه الكلام اللي حضرتك معجبة بيه كبيان يتنفس بنسبة قد ايه مثلا يعني أنا أتمنى بس يتنفس حتى 75% يبقى كويس لو وصلنا لكتبه بعالي النقل تفضل أولا بيان النهاردة بيان الحكومة وإحنا كلنا عارفين انه هو البيان مكتوب من 300 صفحة وكان بيعتمد على أربع محاور رئيسية المحور الأول اللي هو الأمن القومي المصري المحور الثاني اللي هو كان تطوير الإنسان وبناء الإنسان المصري المحور الثالث كان هو جذب الاستثمار وخل بيئة عمل جاذبة للاستثمار المحور الرابع اللي كان هو المحور السياسي تمكين السياسي تمكين السياسي اه تمكين السياسي فالأربع محاور مهمين جدا بس احنا زي ما عجبنا النهاردة التقرير من حيث المنطوق من حيث البنود والمحاور نتمنى ان يكون تجد طريقها للتنفيذ والتنفيذ الجيد معالي النائبة توقعت 75% احنا كلنا أمل ان احنا نتوقع 90% و95% ولكن نتمنى ان احنا برضو تظهر قدامنا في منقشة التقرير واعداده من اللجنة المختصة ان يبقى لنا الأسس اللي هتحقق الكلام اللي تقال انا اتقال كلام حلو او بس ايه بقى الأسس اللي بنان عليها هيتنفذ الكلام اللي تقال دي عشان احنا نتطمع الخطة التنفيذية خطة التنفيذية وقليات التنفيذ والعوامل المساعدة على التنفيذ عشان ما يكونش مجرد بيان ونرجع بعد المفروض 3 سنين بيان الحكومة معالي دولة رئيس الوزراء حدده ب3 سنين برنامج الحكومة الحالي نتمنى ان نشوف عوامل نجاح وعوامل تحقيق البيان عشان كلنا كمصريين نتطمن لان بصراحة مش اخفيق سرا ان وجود دولة رئيس الوزراء الحالي وهو كان دولة رئيس الوزراء السابق وكان في مشاكل موجودة وكلنا لازم نعترف بيها سواء اذا كانت اسباب الازمات العالمية الموجودة او اسباب داخلية فدايما بيكون عند المصريين انطباع طالما الهد الرأس المصممة الرأس المحركة للسياسات اللي هو رئيس الوزراء موجود فبعض الناس متخوفها حتى لو غيرت الوزراء الاخرين فانا عندي الهد موجود فايه الجديد اللي انا هشوفه فنتمنى ان الرؤية الجديدة للحكومة الجديدة في سوبها الجديد بنفس رئيس الوزراء السابق ان تدينا طمأنينة لتنفيذ البرنامج اللي تقالي النهاردة طيب معاني نائبة يعني عندنا قضية صغيرة تعتبر نموذج للتعامل والشفافية والتصريحات وهي قضية تخفيف الاحمال هذه القضية في الوقت اللي صرح فيه دكتور مصطفى مدبولي لانه بنهاية الاسبوع الثالث من شهر سبعة هتنتهي تماما كان معاكم مع حضراتكم وزير الشؤون البرلمانية بيقول اول سبعة في نفس التوقيت يعني كأنه مفيش حتى تواصل او كده وعلى النهاردة اتفاجئنا بانه بنتكلم في ست شهور يعني هنططط ناقص بقى حتى يعني ايه التصور وايه يعني يعني ايه يعني انا بتكلم بجد لو فيه ابعاد سياسية للموضوع ده من ناقشها يعني هل فعلا كان لابد انه يخرج هذا التصريح علشان نمتص غضب الشعب طب ما هو بعد كده طب نفس الشخص طب وبعدين يعني ومفوض بقى في الفترة اللي جاية يدوروا على قليات تانية لاستخدام الطاقة لانه كده الحاجات اللي بنتطلع الطاقة منها اللي هي الحفر على البترول ده انا خلاص عايز اغير الفكرة دي اغير الفترول قالك تأول ما جهت ووزير الكهرباء قالك هتدخل دخ في الشبكة حاجات اكتر من الطاقة المستدامة لا يا فاندم انا ممكن استخدم حاجات تانية في دول كتير جدا استخدمت حاجات تانية احنا درجة الحرارة عندنا عالية حاجات تكلمتيني مرة عن موضوع تدوير القمامة ده يس انا ايسا هتكلم حاجاتك فيه لان موضوع ده مهم جدا جدا حاجاتك شفتي يعني مطلق انا شفته انا شفته انا شفته انا شفتهش في معمل ولا في رسالة دكتوراه انا كنت في زيارة لايطاليا واتعرض علي المشروع ده لانه موجود في النمسا موجود في المجر وموجود في الامارات وحلان بينفس في السعودية من مخلفات الزبالة عموما ومخلفات السيارات ومخلفات الزراعة ومخلفات العضوية بيتحط فيه يعني الفكرة كلها ضغطها بحرارة معينة بالرملة واحنا عندنا رمل كتير طيب الباور الاولاني هيكون ازاي هنسخن بايه فالتسخين ممكن يبقى بحاجات كتير مش مهم غاز مش مهم جاز ممكن يكون بالفحمة ممكن يكون بحاجات تانية الفكرة كلها لازم تدرس ولازم تيجي زي ما هي تنفذت في دول تانية وتعاملت المحطات دي عشان تقوم المصانع وبيوت العمال اللي جنب المصانع والمناطق الصناعية اللي حواليها فدي فكرة كويسة بانا كده بخاف انا ليه ما افكرش ان انا اعمل زي ما عملت الجزائر اعمل مثلا كل عمارة تعمل فيها طاقة شمسية تغزي التكيفات احنا قلنا معالي النائبة الوحدة بداية بتتكلف كتير عاوية يا فندم احنا عندنا الاستعداد ان احنا كلنا نشارك في هذا البنك بحيث ان احنا نخف الكهرباء وناخد من الكهرباء ربنا خلقهنة احنا درجة الحرارة عالية جدا وشمس قدت الساعة 8 ياب الليل احنا عندنا الشمس كل حتة كل حتة ما فيش بلد ما فيها الشمس وطول السنة شمس يعني لازم نشتغل بطريقة جديدة لازم نفكر خارج السندوق اضافة لما هو حق انا اأمل انا اأمل ان الفترة اللي جاية وزير الكهرباء الحالي طبعا انا 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 بعيزة جدا ان شاكر بي المراقبية طبعا وراجل محترم وانجز حاجات كتير طبعا واللي يقول غير كده يبقى جاحد طبعا لكن هو فعلا اشتغل وانا بقى حييه من قناتكم الجميلة ان بحيي شاكر بي المراقبية وبحيي معالي الوزير الحالي برضو راجل محترم قوي قوي وراجل برضو بيفكر خارج السندوق وجاي من مشاريع خاصة كتيرة وعمل شغل كبير جدا جدا وقبل بلاء حسنا جوه اقطاعي الاعمال في الفترة الصغيرة اللي هو كان موجود فيها وانا النهاردة شدت على ايده وقالت له انا احنا معاك كلنا ونفكر خارج السندوق وانا عارفة انه هو دماغه كويسة جدا جدا لازم نفكر الطرق الجديدة اللي ممكن نستخدم بيها الطاقة احنا لو كلفنا ما الناس بتصرف كتير جدا ما بيأكلوا بيشربوا كتير وبيتفسحوا كتير وبيصرفوا كتير التربية والتعليم تعمل كده المصالح الحكومية هتغذي نفسها ما بيبقاش في حمل شاهية على شترك عارفة حضرتك في فيينا في السنترل بارك اللي هو الجنينة الرئيسية حاطين وحدة للطاقة الشخص انا استمرت يعني الناس بتمشي وتحب بعض وتاكل وتقرأ يعني انا وقفت طب ما احنا عندنا بعض المحافظين عادي اقرأ اقول ايه ده طب ما احنا عندنا بعض المحافظين عشان الوعي عملنا بعض المحافظين زي مثلا محافظ عادل بير الغطبان كان عامل ده على كل بتاعت التوعية دي عاملها عاملها كتير في الشوارع تتلقى هنا يا هببي بسمحلي لو سمحتي لأضيف جزء في النقطة دي احنا المشكلة عندنا يمكن احنا اول من رئيس ايجا واستلم مقالل الحكم قال للشعب المصري عشان نعد المرحلة لازم هتتحمله معايا شوي ايه فالشعب المصري عندنا شعب بيحب بلده قوي ومنتمي جدا لبلده بس محتاج وضوح ايه ومحتاج شفافية وده اللي الرئيس قاله قال اطلعوا اطلعوا لا ومش عاوزي القرار يكون فيه تدارو ايه يعني انا ماينفعش اقولي الاسبوع الثالث من شهر يوليو هوقفت خفيف الاحمال ويجي النهارده رئيس مجلس الوزراء في بيانه يقول في الست الشهر الاولانية من خطتي طب على اي اساس على اي اساس انا قلت في الاسبوع الثالث من اليوم هوقف على اي اساس يا فندم خلوكوا صدقين مع الشعب وخلي عندكم فكر على المدى البعيد وخلي عندكم خطة طويلة الامد وبناء عليها يكون واحد بس المتحدث واحد فقط لا غير عن طريق مجلس الوزراء او عن طريق الكهرباء او عن طريق البطرق كل احنا عارفين الوقت ان المشكلة عندنا في مصر مش مشكلة محطات طاقة لا هي مشكلة الوقود المستخدم في تشغيل المحطات لان الناس بتقول لك وما للقروض اللي جيبناها وعملنا محطات هنا وعملنا الضبع وعملنا عندنا يا جماعة عندنا محطات كبيرة جدا وعندنا محطات تكفي مصر وتكفي الدول المحيطة كمان ونصدر ولكن عندنا الطاقة اللي هتشغل المحطات هي دي اللي فهل الشر فانا المفروض اكون كحكومة المفروض عندي خطة طويلة الامد هقدر اعرف امتى هتغلب عليها وازاي هتغلب عليها لان احنا كلنا عارفين ايه السبب وايه المشكلة وامتى حصلت المشكلة والمشكلة لها ابعاد اولا ابعاد اقتصادية ثانيا ابعاد سياسية عشان نكون وطحين وعشان نكون صرحاء مع الناس والناس تحترمنا وتقدرنا بمعنى بعض مصادر هذا الوقود اتمنعوا عن مصر اتمنع يا فندم عن مصر بالذات بعد حرب غزة مصر كتهية المحور بتدفع التمن بتدفع التمن بالزرط يا فندم فدي امور كلنا لازم لازم نكون صرحاء مع الشعب الناس هتتحملنا الناس لما تصدقنا هتتحمل وهتمش معنا كلمة واحدة وبجدول وبجدول يا فندم والناس تصق فينا مش احنا عايزين نعمل بناء للانسان مش احنا عايزين نعمل بناء للانسان انا مقدرش ابني انسان بقى قوي المتضرب نفسيته هتبقى تعبانة ومش هيحس بثقة مع الدولة مش هيحس بثقة في الناس اللي بتتكلم لو وصدت في معاليك لو وصدت في معاليك هتحمل اي قرارات حضراتك هتاخدها لانه عندي ثقة ان انت اقدي الكلام اللي هتقوله وهتنفزه لو قلتلي بعد سنة هستنك السنة لو قلتلي بعد اتنين هستنى انا ما متقوليش في النص التالت في الاسبوع التالت من يوليو هوقف تخفيف الاحمال ويجي رأس الهرم التنفيذ النهاردة رئيس الوزراء يقول في الست شر الاولانين طب ايه اللي ضمننا ما انت قلت في الاسبوع التالت ايه اللي ضمننا في الست شر الاولانين لو هتوقف تخفيف الاحمال ممكن تجي بعدها وتقولي كمان معاليك ست الشر خلي فيه شفافية وخلي فيه وضوح في الرؤية وخلي فيه دراسة وفية خلي الشعب يصدقك عشان يمشي معاك معالي نائب عايز أسألك برضو عن قرار آخر وهو قرار تكليف رئيس الوزراء بالإضافة للمهام اللي عليه بمهمة الإصلاح الإداري وده قرار 12 في الجريدة الرسمية النهارة يعني أنا عايز برضو حاول أقرب من فكر صانع القرار في النقطة دي نحن كان عندنا وزيرة الإصلاح الإداري كانت وزيرة كفء جداً دكتورة هالة السعيد وزيرة التقديد وأصبحت مستشار لرئيس الدولة ويقدر وكلنا نقدر جهدها يعني طبعاً يعني هل طبيعة آخر مرحلة مثلاً في الإصلاح الإداري تحتاج لقرارات على مستوى رئاسة الوزراء يعني إيه الفكرة إنها هي محتاجة قرار سيادي لأن الإصلاح الإداري مش هيجي غير من كمة الهرم مع اللي تحت خالص أنا علشان أعمل إصلاح إداري لازم أخلي اللي بيشتغل يكون فاهم إدارة ويكون فاهم في موقعه ما بجيبش ناس ما عندهمش خبرة ولو عندهم حتى الثقة يعني أنا ما عايز أشتغل أشتغل صح عايز أختار الناس في المكان الصح عشان أعرف قدرهم صح أنا علشان أوصل بمنظومة مظبوطة لازم أجيب مدير فعلي كويس بالزبط زي البيت الراجل بيشتغل والأم بتشتغل لكن الراجل بيشتغل شغلة واثنين وثلاثة بس الأم بتخلص شغلها وبتيجي بدير بيتها بتشتغل بقى شغلة البيت بتشتغل بقى تاني لو هي بقى بره بيتها وبتشتغل وجوزها بيشتغل الولاد هيحصل فيهم خراب طبعاً أو البيت هيحصل فيه خراب أنا بكلمك على مصر كلها لو أنا من جوة مش مرتبة نفسي صح وبختار صح للقيادات وللوزارات وللإدارات أنا مش هعرف أعمل بناء مش هعرف أعمل بناء ولا إصلاح إداري عشان كده أوكل هذا الأمر لمعالي الوزيرة هالة بيه هالة لهانم السعيد ست محترمة وست قادرة وست فهم اقتصاد كويس جداً جداً لأن إحنا المرحلة جاية مش هنعرف نعدي من الأزمة دي غير بتغيير اقتصادنا وتغيير اقتصادنا من الخامات اللي عندي يعني أنا عايزة صناعات من الخامات اللي عندي استفيد طبعاً يعني بدل ما مثل مصدر الحجر الجيري بـ 28 جينة طن ويرجعلي بـ 280 دولار الطن عشان أعمل الكاربوسايد وأعمل الحاجات اللي بتخش في الأدواء أعمل الحاجات اللي بتخش في الأسمدة وأعمل الحاجات اللي حاجات دي أنا ممكن أعمل أجيبي المكان ده وأعمله هنا صحيح بدل ما أصدر عملت القيمة المضافة دي بدل ما أصدر الرملة البيضة أروح أنا مستغلها وأعمل مصانع تصنيع إزاز وكريستالات وحاجات زي كده بدل ما أنا بصدرها بره وأرجع أجيبها خامات مصنعة وعليها كيمة المضافة شوف حضرتك حاجات كتير أنا ممكن أستغل الرخان بتاعي يعني أنا بدل ما أدي له الصين والصين تقطعوا وتشكلوا في المراكب على البحر طب ما أنا أعمل ده يعني إحنا عملنا منطقة الجلالة كل عاملية أنا بعملها بالنطقة القيمة المضافة أنا نفسي المدن الصناعية اللي سيادة الرئيس عملها تبقى فعلا شعلة نشاط عملنا مدينة صناعة الأساس لابد أن يكون فيها مدرسة لتعليم الأساس والفينش وأنا كنت في إيطاليا برضو عشان أشوف أنه هاو مع مدارس الدومبوسكو اللي موجودة هناك شاطرين قاوي شاطرين في الحاجات الهندمية طبعا حضرتك بيعملوا ده عملولي برواز بسورتي بالبرسلين كأنه فسيفساء في لمح البصر هم وقفين دي إحنا ممكن نعملها عندان إحنا ممكن نعملها والألوان والحاجات دي إحنا بنشتغلش إحنا مش بعيد عننا إحنا عندنا عقول فزة بس مركونا مش مستخدمة ياريت نستخدم الناس دي كل واحد في مكانه الولاد خريجي الزراعة الأوائل بتوع الضفع اللي ملهمش تعينات ومتعينوش ومشافوش تعيين وبقالهم سنة واثنين وثلاثة ليه أنا مستغلهمش في الأراضي اللي اتزرعت في جنوب الوادي وفي العالمين وفي البنسويف وفي المينيا مش أنا بطور راديو بزرع والرسائلت الرئيس كان عنده إرادة سياسية إن إحنا نزرع ونقبر ونعمل مادة خام نخزنها زي الأمح والغلال والبرسيم الحجازي والفاكها نصدرها والحاجات دي أنا ليه ما أخليش الولاد الشباب اللي متخرجين دول من كلية زراعة وقوائل روح أقف على خمسة فدان أنت روح أقف على عشرين فدان أنت أشتغلي هنا أنت أشتغل وما طلعتيش خمات بعد سنتين أنت معلش هنجيب غيرك إحنا مصر ولادة ومليانين شباب كتير طيب أنا مش عايزة أفقد نفس النقطة عشان أعرف رأي ما عليك فيها وهي نقطة الخدمات اللي بتقدم المواطنين كل من أعلى مرتبة في القيادة السياسية الغد أصغر مسؤول يتحدث عن يعني تكلفات الحقيقة أنا بتستوقفني حكاية إنه بيان الحكومة معاكس تكلفات تماهون ده شيء طبيعي ما ليه أكس وإن الوزراء طالعين يقولوا إن تكلفات الساد الرئيس على أولى أولى ملايبة يعني ما علينا يعني نعم الخدمات اللي بتقدم للمواطن مين يحاسب الموظف على إنه بيعملها رقمي يعني دوقتي اللي زاد علينا الهم بقى بيعملها رقمي وبيعملها ورقي نعم يعقول لك صور لي البطاقة وهاتها نعم وإنت دافع الفلوس بالرقمي يمكن تكلفات ساد الرئيس كلنا بنشيد بيها وبنتمنى إن الحكومة فعلا تنفذها كما أتت من فقامة رئيس الجمهورية ولكن برضو عشان نكون صرحاء مع أنفسنا الأول عندنا مشكلة جدا في التنفيذ على أرض الواقع تقديم الخدمات للمواطن ما زال فيها قصور شديد جدا الماجه النهاردة يعني استوقفني مشهد النهاردة حاصل بالفعل وبالذات للفلاحين ماجه النهاردة عاملين كارت الفلاح عشان الفلاح اللي عنده أطيان وعاوزوا يصرف السمات لازم يكون عنده كارت مسجل وده حق الوزارة عشان وزارة الزراع عشان تحافظ على الأسمدة ما تتبعش في السوق السوداء أو تتهرب أو كلام ده كل واحد ياخد حقه ولكن عشان تاخد حقك لازم تشوف الطرف التاني المستفيد هو كمان لحق لحق أن ياخد الأسمدة بتاعك النهاردة ما تيجي تقول كارت الفلاح وانت نفسك اللي بتصدر الكارت عن طريق البنك الزراع المصري موقف الإجراءات ومعطر الإجراءات يعني إيه ما تقول لي اثبت لي ملكيتك للحيازة واجب لك حكم وتقول لي تمام وتصرف لي وتيجي السنة دي في الزرعة الصيف اللي محتاجة أسمدة تقول لي الفلاح واقف روح جيب لي الصغة التنفيذية للحكم ما قلت ليش ليه من الأول ليه أروح أجيب الصغة التنفيذية أعود ست شهور أو أعود سنة الصغة التنفيذية دي ما هو بضغط الزرار يتواصل مع وزارة العدل يجيب الصغة المفروض يا فندق لا ده أشوف الأكتر من كده شوف الأكتر من كده عشان أروح أجيب الصغة التنفيذية أول حاجة هكلف الفلاح رسوم عالية جدا طبعا أنت عندك الحكم وأصبح عندي بطاقة ورقية المفروض البطاقة الورقية اللي بقت ملكي واللي بقت أثبتت إن الحيازة بتاعتي دي اوتوماتيك لازم تطلع لكارت الفلاح بدون صغة تنفيذية لأنه بقت وصيقة من الدولة انت ليه يا أهم من صغة التنفيذية انت ليه بتحير المواطن لا تب شوف الله أكتر من كده قابلنا المسؤولين في وزارة الزراعة قلنا لهم الصغة التنفيذية هتقعد ست شهور سنة سنتين الفلاح كده الأرض هتبوز والأسبيدة في السوداء وصلت الشكرة بألف وخمسمية وألف ومئتين الفلاحة الأرض هتبوز وإحنا بتدور على الزراعة بتدور على تطوير الزراعة عشان هي عامل مساعد للاقتصاد المصري فقالوا إيه هنعمل الكارت المؤقت نعمل له كارت مؤقت كل من هو وضع يده على حيازة هنعمل له كارت مؤقت طب أنا في جمعية زي جمعية اليوسفية في الإصلاح الزراعي في تكرنس وفي بنا عبيد عندي 3000 مواطن عشان أعمل الكارت المؤقت دي يا فندم محتاج موظفين يدخلوا لي البيانات طب وزارة الزراع مفياش موظفين النهاردة بكلم رئيس هيئة الإصلاح الزراعي في تكرنس يقول الموظفة عيانة طب أعمل لها إيه طب الموظفة التانية عيانة طب الأرض ده هتبوز يا فندم اصروفه للناس وبعد كده طلع الكارت الزك يا فندم في مشاكل كبيرة جدا في التنفيذ على الأرض وما فيش حد بيتابع يعني أنا ساعة التصريح بتاعه الأسبوع الأول من سبعة ده أنا قلت على الهوى أحد السادة النواب المحترمين كان معي على التليفون وقال لي أفلح إن صدق قلت له وعوقب إن أخطأ أو إن كذب أو لازم مين يقوم يعني اللي معطل أربع خمس زرعات ده فالعينة هيتخرب بيتهم وهو قاعد مش فارق معه بيقولك بمونتهى الجرأة بس للموظفة عيانة معديش موظفة عيانة أعمل إيه قلت له فنم قال لي يا فنم حتى لو الموظفة موجودة هتدخل في اليوم كم طلب عشر طلبات وعشرين طلب من ثلاث تلاف طلب هخلصهم إمتى طب هو زنب المواطن زنب الفلاح يا فنم صرفه للناس أنت عارف إن أشرف عنده حيازة ثلاث فنرين وإنت الجمعية بتاعتك بتبع أرضي صرف لي يا فنم وإنت أعطيني بطاقة ورقية خلص إجراءاتك على مهلك دي لو دخلنا في الزراعة خش على الصحة بقى يا فنم يعني يا فنم في الدول المحترمة اللي إحنا رحناها وشوفناها إما مريض بيخش يعمل عملية لا بيسأل على الدم ولا بيسأل على تحليل أنا بخش أوتوماتيك خطوة ستيب للستيب للستيب بعمل عملية وبطلع ما بعرفش إيه اللي تم إلي الوقت عاوز أجيب عربيتين مكروباز معي عشان يتبرعوا لي بالدم وكمان فوق التبرعوا بالدم يقول لي تحليل الدم محتاج 300-400 جنيه فوق النجيب المواطن يتبرع لي لازم أحلل الدم أدفع 375 جنيه أدفع تحليل 375 جنيه النهاردة إشعة يا فنم لازم أدفع قرار وزير الصحة الجديدة الليحة الجديدة بتاعته أي حد هيخش المستشفى أدفع يا فنم أدفع ماشي أنا موافق أدفع لو أنا قاد بس الديني خدمة مقابلها الديني الخدمة أنا معالش كمان اسمح لي برضو حاجة مهمة جدا مفيش مطار في العالم تخشه وتلاقي المواطنين اللي وقفين في الشمس بره يستقبلوا اللي جايين أنت في مطار القاهرة اللي هي البوابة الرئيسية أو اللي بتدين طباع السائع عنك الواجهة بتاعتك هو مطارك إما روح يا فندي ماكون طارع من صالة مطار ثلاثة أو مطار اتنين ولاقي الناس وقفة في الشمس ما عندك صالة جوا اعطي خدمة واخد مقابلها هذا القرار بعد استقرار الأمن لأنه طبعا القرار دي بتوخزت إحنا زمان وإحنا صغارين كنت بطلع مع والدتي لغت الطيارة بعدين بقت على الكافيتيريا اللي بنشوف منها وبعد كده بقت لغت لما رأمونا بره السافر وده السواء النقطة فندي من اللي أنا بقولها إيه أنت بتقدم لي كده كده أقدم لي الخدمة أقدمها لي مغلفة بشكل محترم يحفظ أدميتي لأن أنا كده كده هاخدها بدلا ما هتقدمها لي بعذاب وقف في صف طويل أعود ثلاث ساعات عشان أخذ الخدمة وتفتح سكة تفتح سكة من العذاب بس ما ينفعش فيه أمور يا فندي بلازم تتعدل أنا هسأل سؤال بقى قبل ما نخرج لفاصل معلش أنا لسان حال الناس أحيانا نقوله لسان حال الشيطان لكن أنا أفضل وإحنا كذلك يا فندي وإحنا معاتنا إحنا مبصرين عن الناس أنا أعيز أسأل سؤال الناس برضو عايزة تسأل معاليكم يعني إذا كنتوا إنتوا بتشتكو طب الناس تعمل إيه يعني إنتوا فقتكم أدوات وفقتكم إحنا أدواتنا تشريعية ورقبية طب فين يا فندم أنا لما باج يا رائب يعني أنا مثلا هو دلوقتي الكلام اللي حضراتك قلته ده معناه إنه ما فيش تفعيل لأدوات رقبية وإلا لو فيه تفعيل لأداء رقبية هيكون إحنا يا فندم عملنا الاستجواب ده وكانت نتيجة وكذا بوسي فندم لا يا فندم إحنا نسيت إنت قلنا بعد الفاصل آه طبعا بعد الفاصل شاهديني أهلا بحضراتكم معنا للقسم الثاني من الحوار أنا مش أقول حاجة من اللي قلناها أوف كاميرا حضراتكم جاوبوا على السؤال زي أنتوا عايز قول السؤال وإحنا نجاوب قلت قبل أهلا بس حفظة ده ليس كتبته أين الأدوات الرقبية اللي بتخلي معاليكو برضو بتشتكوا ما للموظف المواطن الغالباني يعمل إيه إذا كان معاليكو في إيديكو الإحاطة والسؤال والاستجواب وما هو أعلى فضلي معاليك إحنا بنستخدم كل أدواتنا الرقبية وما يمني علينا ضمرنا في كل موضوع طلب الإحاطة بنعمله ده تعتبر الوسيلة الرائجة يعني اللي موجودة في جوا البرلمان بنعمل سؤال طبعا ده بيقى الرئيس الوزراء وليه ويبقى الوزير معاه ولازم يترد عليه وده بيترد مع مجموعة أسئلة في آخر طلبات الإحاطة للوزير المعني دي فيه كمان استجواب وده بيبقى مجموعة استجوابات بيوافق عليها المجلس لوزير معين لما يكون فيه مشاكل وبيتتعرض وهو بيقول حلها أو بيقول عتابه أو بيقول اللي هو عايزه بس نادرة قوي الاستجابات دي نادرة يعني شوك لذا معالي النائب رأيه مش كتير ولسه كمان فيه حاجة كمان لسه فيه ألاه كمان الاقتراح برغبة الاقتراح برغبة ده الاقتراح برغبة والاقتراح برغبة ده انت شايف رؤية معينك انت نائب ده مش لقانون يعني ده لفكرة لا اقتراح برغبة لفكرة لا اقتراح برغبة لخدمة لا ده لخدمة لشيء موجود جوه الدايرة بتاعتك وبتقترح هو بيديك الموافقة رئيس اللجنة ومفروض ان التنفيذي ينفذ وانت بتبقى شغال معي تتابع تتابع معي ولو ما تبعتش معي بترجع تاني للتنفيذي وتطلع تاني للرئيس وفي اداة تانية بس لاش نتكلم معنا بقى لا في بقى الصحب السقة دي من ناجد عوض ده 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 ناتجة للسجواب ديها ليها معايير معينة ايه طبعا ولازم كل نائب يقف بنفسه يقول انا هسحب السقة من فران عشان كذا عشان كذا تمام معالي النائب بصة فندم برضو هعيد كلامي تاني خلينا نتكلم واقع ما تكلمش اجراءات موجودة قال النائب هو نائب تشريعي رقابي وخدمي وخدمي دي اتورصناها عن طريق الحكومات السابقة ان نخل ان شاء الله يا رب نعمل قانون المحليات ونريحكم دي كان من ضمن من ضمن التوجيهات ومن ضمن بيان الحكومة المحليات ان شاء الله اه الركابي بقى اللي حضرتك بتقول عليه لما احنا كانواب بنقول كده المواطن يقول ايه انا اقول لحضرتك احنا والمواطن احنا ممثلين الشعب فاحنا لسان حال المواطن اه في البرلمان عندنا بيان عاجل عندنا اقتراح برغبة عندنا طلب احاطة عندنا استيجواب اه انا من هنا من منبرك هنا بكلم رؤساء اللي جان في مجلس النواب اه بما اني انا نائب قدمت طلب احاطة استدعيت المسؤول الوزير او المحافظ ايا كان اللي انا مقدم فيه طلب احاطة مش مهم ان انا قدمت طلب الاحاطة وطلب الاحاطة وصل لفين المهم متابعة طلب الاحاطة اه عشان يكون فعال يا فادم عشان يكون فعال انا مقدم طلبات احاطة من دور الانعقاد الاول واشنى في دور الانعقاد الرابع في نهايته من سنة من 21 سنة 21 يناير 21 يناير 21 لعن دلوقتي ما تمش فيه شيء وكل دور انعقاد بجدده وكل دور انعقاد بجدده المسؤول ممكن يعطر لك المهمة الخدمية اللي غزبن عنك يعيني محطوطة على كتافك عشان ما فيش محليات يقول لك انت قدمت فيها كذا فما يشتهد لك يا فندم حصلت معي أنا أنا شخصية مش حد غريب عملت طلبات أحاطة في محافظة دقالية السابق وجبته المجلس من حوالي شهر بعد ما روح شاف كل ما هو ينتمي إليه بصلاة في المحليات وقام بعد عمال ما ينقل عامل عشان قريب ليا يبعده على بعد ثلاثة وخمسين كيلو من محل قامته عامل بالشغل على السندية لهو مهندس ولهو رئيس مجلس مدينة ويبدأ يدور عندك يشوف عندك ايه وامورك ايه وفيه مخالفات ايه اللي اكتر من كده يا فندم يعمل فيها جنحة بدون معرف وينزلها جلسة بان يحط الاسم بتاعي غير الاسم المتعرف عليه وتنزل جلسة عشان ما يجليش اعلان واعرف بها عن طريق الصدفة ولكن القضاء بتاعنا الشامح ما عندناش قانون لإساءة استخدام السلطة قدمت مذكرة لمعالي النائب العام وحولها مشكور لاستناف المنصورة بتحقق في الأمور زي ده يا فندم احنا عندنا جوة المحليات ناس هي اللي بتسير الأمور فعشان كده برضو انا قانوني المحليات هل احنا عندنا النضوج الفكري لإقامة محليات نضجة سليمة نضيفة نضيفة عشان احنا لحد النهاردة بنعالج في الأسوأ اللي حصل من سنين جوة المحليات احنا وقفنا البونا مفيش بونا حصل بي حصل يعني مش كل يوم بيبنوا جديد يعني الطوب الأحمر رانا بعدي عليه وشايفاه في الطرق ده مش ده احنا وقفين البناء ما هو ده اللي بيدايق المواطن معالي النعبة حيح حضرتك وبيدايني انا كنا حيحس ان اللي بيشوفوا اللي بيسمعوا اللي احنا بنقولوا في التصريحات الرسمية وفي التليفزيون كأننا احنا كلنا ما بننزلش الشارع اعلاميين ومسؤولين صحيح طب ليه بتقولوا كلام تاني وده بيتقلنا واكيد بيتقل لحضراتك مشترط على المحليات ان ممنوع المخالفة ممنوع البناء على الأرض الزراعية وتلاقي كل يوم في مخالفات على الأرض الزراعية ورئيس مجلس المدينة يكتفي انه حرر محضر انت إيه اللي خليك تستنى لما المخالفة تم انت فين وأجهزتك فين عشان يدور على التصالح وعشان يدور على التصالح وإيه اللي ورا كده وبعدين انا بسأل النهاردة يعني هو مفروض ان رئيس الدولة ينزل يشوف مخالفة مخالفة هو هيشوف لا يا فده يشوف ايه ولا غماء عشان فالعليقة دي رئيس الدولة هيشوف ايه ولا لا انه هو مش فيه أدوات رقابية تحت ايدي عندي ما سقول تنفيذ يا فندم من أمن العقاب أساء العمل أساء العمل بلاش أساء العمل أنا ما أكون رئيس مجلس مدينة النهاردة وعندي مخالفات ما حصلتش أيام الصورة يعني عندي في مجلس مدينة دي كيرنس رئيس المجلس حصل في عهدها في الثلاث شهور اللي عادوا دول مخالفات مباني ما حصلتش أيام عشرين حداشر أيام الصورة ميني حاسبها يا فندم معلش ويجت لجنة من الوزارة وطلعت المخالفات بس فين العقابة هتتنقل هيمشوها وبعدين أنا استفدت ايه عندي لأ أمل في وزيرة المحليات الجديدة دكتورة منال عوض وإحنا عندنا مشكلة أنا بيبقى عندي رئيس مجلس مدينة بينفذ القانون يقول لك مفيش مباني طب ناس سقفهم وقع على دمخهم ومش عارفين يعيشوا في بيتهم عشان السقف خلاص نخل وبينزل ميا أنا ده أقول لك إحنا ما عندناش بنا يعني جاي على ده يعني إنت إيه يعني إنت مثلا بيوت بتتبني أدوار وإنت منع البنى ويقول لك أسلي معاه رخصة رخصة منين إذا كان يمكن أدوار من غير سقف يعني يا فانجل فأنا أقول مثلا اعمل مثلا للست العجوزة دي السقف بتاحها طب هاتوا بقى تصريح واشوف إنا النائبة تمدلك على مين معاني النائبة لأنه الوقت معاكم جميل بصراحة وصراحتكم وأمنتكم يعني على راسي يعني عايز أطرح أكتر من علامة استفهم في السبع دقائق اللي فضلي الحوار الوطني هل في خطوط بارزة في ملامح برنامج الحكومة شعرتوا إنها مخرجات من الحوار الوطني زي ما تفضل رئيس الجمهورية وقال صراحة قبل كده في المؤتمر اللي هتتفقوا عليه هنفزه واللي محتاج تشريع نعمل له تشريع هل حستوا إنه يعني من لنا بسمعه أنا ما حضرتش ولا جلسة من جلسات الحوار الوطني ولن أدعى برغم أن أنا عدوا لجنة الصناعة لن أدعى حتى الآن لحوار الوطني ولكن أنا تكلمت مع نصيات المستشار محمود بفوزي من فترة وقلت له يعني كنت بأهنيك كان في حاجة كده عن الصناعة عملك فقلت له أنا ما حضرتش بس أنا بأهنيك على القرار للتاخل هو بقى وزير دلوقتي هو بقى وزير الشؤون النيابية والسياسات بزر وقلت له من فترة قريبة طوله أنا يعني عايزة أحضر مؤتمرات الحوار الوطني عن الصناعة علشان نعرف إحنا بلدنا هتبقى تنمي اقتصادها ازاي ودروح على فين قال لي إحنا يشرفنا وجودك وكده وإن شاء الله قريب طبعا لحد الوقت اللي أنا أدعى برضو على أي جلسة معرفش هم بيعملوا ولا ما بيعملوش ولكن يقال إن اللي اتفقوا عليه جوى الحوار الوطني دخل من ضمن برنامج الحكومة لكن هم إيه اللي اتفقوا عليه بيعرض بيعرض زي ما حيطك بتقرامن على الميديا أنا بقرامن على الميديا اللي بيحضروا ما بيقولوا لناشه هو حصل إيه يعني يعني معرفش هل معالي النائب عندك فكرة عن حضرت الحوار الوطني؟ للأسف زي ما معالي النائبة قالت برضو نكلمنا ضياء بيرشوان على أساس إن احنا نحضر ونشارك وبرضو ندل بدلونا في أمر خاص بينا كلنا وما زلنا منتظرين ولكن اسمح لي برضو النهاردة الحوار الوطني هو ناطق بلسان الشعب ونائل لهموم الشعب فعشان الشعب يصدقك أصلا لازم تكون عندك شفافية ولازم تكون أنت مدرك إيه هي متطلبات الشعب النهاردة اللي أنا سمعتم من الحوار الوطني من ناحية السياسية أقدم بعض الأطراحات لفخام الرئيس الجمهورية للانتخابات التشريعية والمحلية وبرضو خاص بالاقتصاد وخاص بالحماية الوطنية كلها أمور ممتازة والنهاردة يمكن دولة رئيس الوزراء أشار لها في برنامجه ولكن زي ما بقول لحضرتك برضو عشان نكون نقوص ثقة بين الشعب وبين السلطة التنفيذية والقيادة السياسية لازم نكون واضحين ولازم نكون في شفافية ولازم الكلمة اللي نقولها نكون ملزمين بيها ومسؤولين عنها وإلا ما نقولهاش وأنا عايز أسمن كلمة حضرتك دي تاني مرة حياتك بتقولها نعم وهدي مثال لما سيد الرئيس حضرتك اللي قلت نعم وده كلنا عارفينه يعني لما قالها تتعبوا معايا شوية الشوية دي طولت شويتين وثلاثة نعم ناس ما تضيقتش لأن الناس شايفة روسيا أوكرانيا شايفة إسرائيل والعمال السوداء وعدم في غزة وشايفة السودان وشايفة ليبيا وشايفة اليمن وشايفة قناة السويس أنا قلت ممكن حياتك قبل كده في البرنامج قلتلك إحنا عايشين في حزام ناري صحيح وإحنا يعني الناس صعبان عليها تشوف مصر بخير وبالتالي عايزين يضغطوا علينا من كل ناحية علشان إحنا نقل ولكن إحنا بالقيادة الحكيمة وفخامة الرئيس وفكر الاستراتيجي والمخابراتي والعالمي ووضع مصر على الخريطة العالمية صح وعلاقتها بالدول العالم بطريقة كويسة هو ده اللي رافع من شأنها ولكن إحنا كل ما بتطلع خطوة بتتخبط طيب عايزة أسألك سؤال عشان خلاص فاضلة ديئتين هل يجبك متفألة بفكرة الصناعة مع النقل ونائب رئيس الوزراء فريق كامل وزير أنا متفألة لأنه هو بيعرف ياخد القرار ونعل وزارة النقل نقلة كبيرة الحقيقة حقيقي وأنا كنت بتمنى يعني أنا حتى من فترة طويلة كنت باخد رأيه في حاجة في الصناعة قال لي إحنا عملنا الطرق وعملنا المواني وعملنا حاجات مجوستية علشان إنتوا تشتغلوا في الصناعة وطولوا نشتغل زي من غير قرار قلت له إحنا ما عندناش اللي يعمل القرار فراحم قال لي بس إنت يا ست نايبة دايما كده حمية ودايما متاعك أنا النهاردة يعني شدت على إيده قلت له أنا يعني بشكر ظروف إن ناحيتك بقيت ماسك لجنة الصناعة أو نائب رئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية يعني الصناعة والنقل والاتنين بيكملوا بعض على فكرة وعلى فكرة مش الصناعة بس الصناعة والزراعة كمان لأن الزراعة هي اللي هتقدرنا الصناعة تمام ولا دا ولا دا المحليات معهم والإسكان معهم والطاقة معهم يعني هي أنا هاخد رأي هو اللي هيب عنده هو اللي هيب عنده القوة هو اللي هيب عنده القوة وعنده الإرادة إن يعود مع الوزراء المعنيين يعودوا على ترابيزة وحدة علشان يتفقوا يعملوا إيه طبعا أنا بشفق على كل وزير تولى حقبتين أو ثلاثة بقوله الله يعينك أنت داخل مرحلة صعبة جدا نتمنى لك النجاح اللي احنا هو نجاح لبلدنا كلنا مش هنكسر مأدي في حد ومش هنعطل حد ومش هنقول كان المفروض لكل واحد وزارة في ظروف الصعبة عشان نعد المرحلة اللي احنا فيها ولكن اسمح لي من هنا من المنبرك بهمس بكلمتين في أذن الحكومة الجديدة أنت عندك مبرراتك اللي الناس تصدقك فما تخليش بتصرحاتك تخرب عليك مبرراتك أنت عندك مبررات الوضع الاقتصادي العالمي الناس كلها شايفة وعرفة وعرفة أن احنا في أزمة وعرفة أن احنا طالعين من محنة كبيرة وطالعين من صورة وطالعين من مشاكل فالناس مستعدة أنها تتحمل معاك بس تخليك صادق مع الناس ما تضيعش المقومات اللي تخلي الناس تصدقك بتصرحاتك المتضربة وتصرحاتك اللي هي ممكن تسيق ليك وتسيق للدولة أكتر ما تنفعها خليك صريح مع الشعب وضح للناس اطلع زي ما الرئيس قالك اطلع كلم للناس بس اتكلم بصدق واتكلم عن علم واتكلم عن دراسة ما تتكلمش عن تريح مواطن لأن كده كده المواطن بعد شوية هيشوف النتيجة على أرض الواقع إذا كانت النتيجة اللي انت قلته هيصدقك ويمشي معاك إذا كانت النتيجة عكس اللي انت قلته هيقف ضدك وهيعطلك على فكرة هو في حرف في القرار بتاع فريق كامل الوزير ما عرفش الناس انتبهت إليه ولا لأ أنه هو هيبقى مسؤول عن وزارتي يعني هما ما ضموش وزارة الصناعة لا لا ما ضموش وزارتي ووزير النقل ووزير الصناعة من 8 إلى 3 في الصناعة من 3 إلى 11 بالليل في النقل هل من الله يعينه هل الله يعينه هل من 3 إلى 10 بالليل في النقل في النقل هيغير دوام الوزارة برضو معاولة الوضع هلأ يقدر يعني هو الحقيقة عمل اندباط غير طبيعي في وزارة النقل بعد اللي احنا شفناه في الفترة أنا بشكر معاليكم جدا جدا وحقيقي من أسعد الحوارات اللي اتشرفت بيها شكرا جزيلا شكرا فهلا بشكر معالي إبا إيفيلين متى عضو مجلس نواب لجنة الصناعة بحضرتك مشكر معالي النقب أشرف الشبراوي عضو مجلس نواب عن لجنة الإسكان شرفتنا شكرا فهلا شكرا فهلا بفرصة سعيد شكركم مشاهدينا على رأسنا من فوق اللقطة اللي عرضناه لكم في جزء انداني الحكومة وممثل الشعب يعلو على رئيس مجلس الوزارات وهكذا كل المسؤولين حتى لما يقف رئيس الجمهورية بيكون رئيس مجلس الشعب أعلى لأن الشعب هو فوق الجميع يا رب عندنا أمل كبير في المسؤولين المداد وفي الفترة اللي جاية إن شاء الله تكون أحسن بكرة إن شاء الله حلقة جديدة تسبحها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر